بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حالة حب نتكلمنا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم للجمادات وحب الجمادات ليه وحب النبات للنبي وحب الجمل للنبي لكن النهاردة التراب لما يتأثر بالنبي والحب يحول من أرض الوباء لأرض الشفاء سيدنا النبي سيدة عيشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان منه شيء أخذ بإصبعه وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا أربح كلمات مهمين جدا بس لازم ناخد بالنا منهم بسم الله يبقى الشفاء جاي من عند مين؟ من عند الله بس ليه شرط هذه التربة بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا وأخذ بريقه صلى الله عليه وسلم مش كل ريق ممكن يجيب الشفاء للتراب ده هذا تناغم محبة بين التراب اللي في المدينة وريق النبي الريق المحمدي ومن هم على نسق هذا الإرس من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بس هم اللي يتفاعل معهم ذلك التراب يعني ستنا سيدة عايشة عايزة تصور لنا حالة أن تراب المدينة ما يشفيش إلا إذا امتزج بريق النبي أو من هم على شاكلته لأنها قالت إيه؟ بتروي عن سيدنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا مش بريقة كلنا مش كل لما حط ريقه في تراب المدينة يتفاعل معاه لا إنما يتفاعل تراب المدينة مع حضرة النبي مع سيدنا صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بس كل ده هذه المنظومة كلها بإذن ربنا هذا تراب يعني تخيلوا لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء المدينة مهاجرا من مكة هذا التراب كان يشفي؟ التراب ده كان يشفي؟ لا بالعكس كانت هذه المواطن يختبئ فيها البلاء والأمراض والأوجاع والأوبئة حتى أن كثير من الناس مات بحم المدينة لكن ما أن دخلها صلى الله عليه وسلم وداسها بأقدامه الشريفة وتناغمت معه في المحبة إلا صرف الله عنها البلاء وصرف الله عنها الداء وجعلها تربة الشفاء بطحان واد من أودية الجنة تخيلوا أن الوادي بحاله هل كان جنة قبل النبي ما يجي؟ لا الأرض دي تحولت للجنة لمجرد أنها تناغمت بالمحبة معه صلى الله عليه وسلم خلع عليها خلعة التقريب خلع عليها خلعة المحبة أعطاها أن تكون وادي من أودية الجنة هل صرح بذلك أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هل اكتشف أن هذا التراب يشفي أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ولا هذا التراب كان بيشفي حد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس كان اللي بيجي هنا بيطلع ميت والد النبي صلى الله عليه وسلم توفى بحم المدينة والدة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت لزيارة قبر أبيه عادت وقد أصبت حم المدينة يعني اللي كان داخل هنا ما كانش بيطلع سليم لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وتناغم ذلك التراب عشقا في رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول إلى شفاء هذا الكلام يسقنا إلى أن إحنا عايزين نقول للأمراض المستعصية زماننا ده بيعان منها الكورونا أو ما الكورونا والأوبئة والأمراض اللي إحنا كنا إيش نسمع عنها دي لو أن النبي عليه الصلاة والسلام عادت المجتمعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناغمت هذا التناغم بالحب والارتباط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقد أننا سنجد شفاء لكل داء ومخرجا من كل بلاء حالة حب